مع الطبيب المختص مع الطبيب المختص أسبوعيا برنامج طبي في علاقة بطب الاختصاص على الحياة أفهم مرحبا بكم مرة أخرى أنتم تسمعوا فينا على الحياة أفهم إذاعت القانوان للصحة على التسعين ثلاثة في برنامجكم مع الطبيب المختص موضوع الحسنة تعنا اليوم طرق علاج سرطان الثادي ويحضر معنا مجموعة من الدكاترة الدكتورة ناديا مروين طبيبة استشفائية جامعية في أمراض النساء والتوليد الدكتورة نجلة سعيد طبيبة مختصة في علاج الأورام والدكتور مهدي بطريف طبيب مختص طبيب استشفائي جامعي في أمراض في جراحة التجميل وترميل كنا تحدثنا على طرق العلاج وحدثتنا الدكتورة ناديا مروين على العلاج الجراحي ودكتورة نجلة حكيتنا على العلاج الكيميائي يظهر لفما العلاج الهرموني قلت لنا مزيل العلاج الهرموني زيدة في العلاج الطبي فما العلاج الكيميائي فما العلاج الهرموني وفما لا تيرابي سيبلي وإلا العلاج المستهدف العلاج الهرموني والعلاج بطب المستهدف يلزم يكون ناخده بعين اعتبار خاصية الورام يلزم يكون فما مستقبلات هرمونية العلاج الهرموني يلزم يكون الورم عنده مستقبلات هرمونية للأستروجين والبروزين في التحليل تحليل العين أو إلا تحليل الورم هو المشورين المستقبلات الهرمونية هذه موجودة أو غير موجودة إذا كانت موجودة وقتها نجم نعطيه العلاج الهرموني العلاج الهرموني نجم يتعطى قبل العملية في بعض الحالات خاصة إذا كان الورم عنده خاصية أباريسك دوريسيديف ما فميش خاصية ما فميش ريسك إنه يتعاود يرجع لمرض ما هوش خبيث جدا نقوله فيه أنواع نجم نعطيه الهدف من بتاعه وقتها يكون تقليص حجم الورم بده يتعتصر طول النساء الكبيرات في السن اللي فوق الـ 75 اللي متنجمش تستحمل العلاج الكيميائي قبل قبل الجراحة ويتعطيها زادا بعض الجراحة الهدف منه إنه على خطر مش نفهموا الهدف منه الخلايا السرطانية اللي عندها المستقبلات الهرمونية هذه الليستروجين والبروجستيرون تتغذى من الهرمونات اللي موجودة هي بصيفة طبيعية عند المرأة احنا من الهدف منه بالعلاج الهرموني هي إما نحيو نعملو سيبريسيون للهرمونية هذية وإلا نعملو انبلوكاج للمستقبلات الهرمونية وقتها ما عاشت فمه وتولي فمه معاش تتغذى الخلايا السرطانية بالهرمونية هذية ونعملو لها انبلوكاج وتولي تموت الخلايا السرطانية عندوش هذية تأثيرات سلبية كما ثم تأثيرات سلبية هول مدى متعوه هي مدى طويلة شوية سرتوه بعد الجراحة لتكون مدى ما بين خمسة سنين وتنجم توصر حتى العاشرة سنين هيك الحربوشة اللي تقعد تاخذها المرأة هذيك هكلي تاخذها المرأة كل يوم في نفس الوقت لمدة خمسة سنين وإلى العاشرة سنين باللون نجمو نعملو نشوفو زيدا معناها الطريقة العلاج الهرموني تطلب تعتمد على إسكن المرأة لي مينوبوزي وإلا ما هيش مينوبوزي معناها في سن اليأس ولا ما هيش في سن اليأس وزيدا تعتمد على خاصية الورم هو بدو إذا كان أباريسك دوريسيديف ولا هو ريسك دوريسيديف باللسما للمرأة في سن اليأس نعطيه معناها نعطيه أكثر للعلاج هذا ولا معناها عليش قلت مربوطة بسن اليأس لدى المرأة لا مش مربوطة معناها فما نوع يتعطى الفرنون مينوبوزي اللي مزلت صغيرة اللي مزل الطمط مزل يجاهها وكل شيء وفما نوع آخر يتعطى المرأة اللي مينوبوزي اللي داخلت لسن اليأس وكل نوع يعندوا إنمود داكسيون معينة واضح أهم حاجة مش مزيد المزيد بالركلين الدفترة نجلة المرأة اللي مش ليخوتيها في السن اليأس مزيدا تنطريوت داكتيفيته جنيتال لازمها تكون عندها طريقة لمنع الحمل ثابتة على خاطر الموليكول هذي عندها يعني أنفاتي غاتو جين على البيبي إذا كان هي تحمل هذيك عليش دي ما احنا نجل تعطينا بيبي مشوه هذيك عليش هذيك عليش لازمها إذا كان مش تاخه مدد خمسة سنين الخمسة سنين هي كوما تكون عندها وسيلة متاع منع حمل متأكدة من روحها اللي هي ما هيش مش تحبه واضح لكن دكتور إذا كان مرأة اللي قدر له أصيبت بمرض سرطان ثادي وهي معناها تحب تجيب صغير كيفيش نوالها؟ وإذا كان هي نعم تحب تجيب صغير والبريود هذيك لازمها تعمل التريتمان بتاحها كامل ولازمها تعمل الهرمونو ترابيه والترابيه سيبليه وكل شيء لذلك حياتها هي قبل الهرمونو. ثم إذا كان لعمر متاحة معنا هيجيلي ميد مثلا فما إمكانيات أخرى تعمل 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 هي تبرى وتكمل نجم نخبيولها البويضات واضح واضح إذا كان معناها عمرها متقدم شوي في أغلب الحالات دي ما حيات المرأة هي قبل كل شيء واضح سمعين إزادة فما نسيت ما عندوش أصغار ومرضوا بسرطان ثادي وتقولك إني نحب نجيب صغير وإلى تقاها هي مريضة بسرطان ثادي ووقتها هي إلي أنسانت بنسبة ثلاثة شهور الليلانين نبجلو حيات المرأة على حيات الصغير خاطر وقتها صغير مزيق قاعد يتكون والعالج الهرموني نجم يتعوها صغير ولكن العالج الكميائي نجم يتعطى أبارتير من دوزيام التخيميستر نجم يتعطى نجم معناها المرأة نجم تكمل الحملة متاحة نجم تكمل الحملة متاحة وكل شيء وتاخذ العالج الكميائي متاحة والعالج الكميائي يوقف معناها ترونت كاتر سمين والترونت روا سمين دامينوري نوقف وقت العالج الكميائي مش ما معناها قبل الولادة قبل الولادة مش ما تعملش مضاعفات باعتلي في الولادة متاحة واضح واضح دكتورا العلاج الهرموني انت توحدتنا على العلاج بالجراحة العلاج الكيميائي الهرموني والعلاج التيرابي سيبلي ثم العلاج بالاشعع اللي هو السلافير متاع الطباء العلاج الاشععي ان شاء الله في حصة قادمة نحكيو عليه وقتاش نستعمله بعد الجراحة قبل الجراحة هو في اغلب الحالات دي ما بعد ما تسير الجراحة نعمله العاديوترابي المريضة يعني تعمل لسيانس متاع تعمل الجراحة متاحها تعمل لسيانس متاع الشميو تيرابي وبعض تعمل الغاديوترابي ثم حالات الي ما تستحقش يعني شميو وتعمل كين الشيوريجي ومعها Deutschland التاءلتي اللي قلتنه عليهم component والحالة فما ساعة التمار يعني ما هيش الغيسبتر ما عندهش مستقبلات برمونية ناكو هيش مش ساعمل شي نهوترابي ما هي لازم هتكمل بالغاديوترابي واضح مش هو اللي فيه مفعول الغاديوترابي هي مش تقتل معناها أول حاجة الهدفة متاحها باش إذا كانت قاعدة خلية هكا ما تنحاتش في الجراحة تقتلها أول حاجة وثاني حاجة بور إيفيتي الغيسيديف متاع اللوكال معناها الغيسيديف في نفس البلاسة تنجم متاعها وترجع للتمار هذيك عليش احنا نعملوا غاديوترابي باش نقلوا الريسك متاع الرجوع متاع الورم هذي واضح دكتورة احنا البروتوكول هذي الكل متاع العلاج قدش يخذ وقت حسب تقريب ولا سدفير من الحالة الحالة هو ديما يعني اذا كان صار التشخيص ولا وصارت يعني البرزان شارج ديما هو بصيفة مسترسلة فما ما بين مثلا ما بين الجراحة ما بين ما تعمل الشميوترابي متاحها فما من ثلاثة الى ستة جمعات حتى لين تبرى بلاسة العملية وكل شيء ما يمفميش معناها وقت معين معناها تنجم تكون ستة شهور كيما تنجم تفوت معناها ما يمفل الخضان بعد ما تكمل البروتوكول كل متاع التخاتم فما مراقبة تقعد مراقبة طويلة على مدى خمسة ثنين خاصة اذا كان مش تعمل في الهرمونوترابي كل ستة شهور تعمل انكزامان كلينيك كل عام لازم تعمل الايكومامودو كنتخال معناها مع الايكوبلفين اذا كان تعمل في الهرمونوترابي لازم تتفقد الحزمة متاحها لازم تتفقد غشاء البطانة متاع الرحام متاحها ده مراقبة يعني مسترس للمدة طويلة وشوية معناها دكتورة ظهالي الامل طواء مازال موجود ولا موجود عنا اكثر الامل بوجود جراحة التجميل وجراحة الترميم والمرأة ديما كما قلت انتي مهم برشا الجانب النفسي مهم برشا خاطر الاستر المرأة يرمز الانوثة متاحها يرمز الوجود متاحها وفما برشا نسي يتأثروا نفسها نيا اكثر من المرض احنا نفتحو أميمهم الافاق ونقولوا راو تكمل العلاج متاحها ولا منعرش وقتش ننبعثوا المريضة للطبيب تجميل والطبيب الجراحة متاع الترميم دكتور مهدي وقتش المرأة تنجم تاخذها وتعمل الترميم متاحها وقتش معنا وهي مزالت في العلاج وإلا بعد ما تكمل العلاج الأسط وترجح weiter منذ ترميم متاح الحالي عادة الأن switch إلى الترميم متاح وانه انتشاور الغاقر إلى التمرير حالي مليور الترميم متاحه جانب إلى الترميم متاحه recall سير انتشاور الغ StuB وعلى دقائق من دانشاك المشاكين فيه أدواني فيها القضاء الجهيمين والعرадиوثي لا يتحدثون من دانشاك المشاكين ترجمة ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر الجنسلية ركنو تنسلية للمماركة تحرق المماركة ينرى الكثير بالنسبة للمماركة تحرق المماركة كما يمكن أن يكون لدينا تقنية أكثر صفيستيكة كما يمكن أن يكون لدينا تقنية أكثر صفيستيكة أو يكون لدينا تقنية أكثر صفيستيكة أو يمكن أن يكون لدينا تقنية أكثر صفيستيكة كما 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 يكون لدينا تقنية أكثر صفيستيكة كما يمكن أن يكون لدينا تقنية أكثر صفيستيكة كما يمكن أن يكون لدينا تقنية أكثر صفيستيكة كما يكون لدينا تقنية أكثر صفيستيكة كما يكون لدينا تقنية أكثر صفيستيكة العلاج النفسي وخاصة لو كنشوفو نتيجة العلاجات بالحق يكون 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 ساتيسفاكشن sur le plan معناتها psyكولوجيك معناتها يكون يكون ساتيسفاكشن نجيع نجيع الحق احنا تُو دفن فم عمليات سهلين يتعاملوا بطريقة سريعة ولكن بالتبع ما عندهم مش نفس الرزولتات في الوقت معناتها لدورabilت معناتها ركوانسفاكشن بطريقة سريعة ليس لطريقة سريعة ولكن سيطرر لطريقة سريعة بعض المشاكل ولكن احنا معناها إذا كن النوع العملية اللي نحطو سيليكون نحطو بطريقة معناها ما طوالش برشا معناتش لا هي سيطرر لطريقة شوزة بطريقة نترى لطريقة لطريقة بشي أثر معناتها بتبع لو كان عنا لطريقة لطريقة نجمو نعملو أحسن فما زاد على نوع أخرى من الترميم اللي هي احنا ننجيكت لطريقة كتبدا معناتها الجلد هذي ككلنا نحكي بكري نجمو نحطو بطريقة التنت ومبعد نحيوها ومبعد ننجيكت لطريقة ننجبدوها بطريقة شفط الدهون ويتم معناتها تحذيرها نحيوها ومبعد نحيوها نحيوها بهذا Ping نحيوها معناتها tener صحيح قد تحذيرها على سيطرة كل المتجربة نحيوها بعد ما نعمل الجراحة هدية زيدة كما لأطبيق النساء وأطبيق الأمراض الأورام معناها علاج أورام نقعد نتبعو زيدة الحالة من المرأة ولا لفتا عمنا العملية هو أنك عملت عملية ترميم سادي مش معناتها نوقف على السورفيانس السورفيانس تقعد pendant ديزاني معناتها أبري معناتها الاستقصال وترميم لكن الفينال الورامة الناج متعر جاء حتى تانبات والمراقب 투ية يعتаксимر على Jessieire معناتها عملية ومن المنزعها پور معناتها شو الأسباب Hi Granolans ب DNS has BET للتفارة التفا-يشيش的人 بمعناتها هناك في الأخت crisis معناتها ليلزم من heraus والإنيت muchasперات تتكز وأ tempo وإلا فمجرا ديزمaczego حتى معناتها حولized بعد عملية حتى تناولية عندما ن40 قد يقول말 ils bureaucracy متعرز لا تعنت بالمامم في السينولوجي معنا في الثدي ينجم يفرق بيناتهم والمراقبة هذه تصير ذلي أبي مدى الحياة تقعد المرأة تحت المراقبة الطبية اللي هي متعديدة الاختصاصات احنا معاكم على الحياة في ايام مع التسعين ثلاثة رفقوكم العشرين طعام صباح بالنسبة لللي التحق بيناتاوه موضوح الستنة هو الخيارات العلاج في سرطان الثدي ويحضر معنا الدكتورة ندي نديا مروين طبيبة استشفائية جميعية في أمراض النساء والتوليد والدكتورة نجلة سعيد طبيبة مختصة في علاج الأورام وكذلك الدكتور مهدي بوتريف طبيب مختص في جراحة التجميل والترميم نخرج استراحة موسيقية مع أمل وهنا رجعي مع الطبيب المختص مع الطبيب المختص أسبوعيا برنامج طبي في علاقة بطب الاختصاص على الحياة أفهم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة